اشتركوا في القناة يعطيك حتى يرضيك او ان الله سوف يعطيك حتى يرضيك اخواني عزائي ازاي الكلام ده او معنى الكلام ده ايه معنى ان انت باذن الله في الايام المقبلة ربنا هيعطيك عطاء كبير جدا سواء انت منتظر اموال او منتظر ربنا يرزقك مثلا بمشاريع باراضي بمنزل بزوجة صالحة كمان حاجات كتيرة جدا في اعطاء ربنا سبحانه وتعالى وطبعا الرضع من العبد ده شيء اساسي والشكر لربنا سبحانه وتعالى شيء اساسي ولئن شكرتم لازدانكم طبعا لازم نشكر ربنا سبحانه وتعالى على كل نعمة وعلى كل اعطاء وطبعا قلة الشكر وقلة شكر النعمة بتزول بسرعة جدا جدا فلازم حتى لو كانت نعمة ممكن تبقى حاسس ان هي حاجة بسيطة او حاجة انت مش مفكر فيها اساسا وطبعا النعم دي لازم تشكر ربنا عليها تشكر ربنا على نعمة الصحة تشكر ربنا على نعمة الايمان تشكر ربنا على نعمة الامن والامان تشكر ربنا على نعمة التي لا تعد ولا تحصل فشكر الله بيزيد في النعم وبيبارك لك في حياتك اخواني اعزاء العشرة احلام اللي هنتكلم عنهم او العلامات اللي هنتكلم عنها ان شاء الله اي شخص بيشوف العلامات دي يستبشر بشارة خير ويعرف ان العطاء قادم وان الخير قادم وان ربنا سبحانه وتعالى هيعوض عليه عوض كبير جدا اول حاجة اخوان عزاء ذكر الله في المنام ذكر الله حاجة جميلة جدا في المنام وطبعا ذكر الله كأنك بتذكره في الحقيقة زي ما يكون بتسبح لربنا سبحانه وتعالى وبتذكر ربنا سبحانه وتعالى انت بتشوف الكلام ده في المنام دي حاجة كويسة جدا تدل على ان ان شاء الله باذن الله ربنا هيعطيك عطاء كبير جدا وهترضى بالعطاء ده باذن الله ولكن عليك الاكثار من الزكر الاكثار من الطاعة عليك شكر النعم اللي انت مش عارفها يعني في نعم انت متعرفهاش موجودة فيك كانسان انت مش عارفها فلازم تشكر ربنا سبحانه وتعالى وكمان لازم نعرف ان ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الحقيقة هي اطمئنال للقلوب وراحة للقلوب ولما نشوفه في المنام نعرف على طول ان الخير قادم وان الفرج قريب جدا وان عطاء الله قادم باذن الله تعالى من العلامات المهمة جدا صورة الضحى في المنام ناس كتيرة جدا بتشوف نفسها ان هي بتقرأ صورة الضحى في المنام طيب ماذا تعني صورة الضحى؟ صورة الضحى يا اخواني عزاء لها دلالات كتيرة جدا منها انك لازم تخرج الصداقات لازم تطعم المساكين لازم تطعم الايتام وتعول الايتام ايضا جانب تاني في صورة الضحى ان ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك حتى يرضيك في الاية الكريمة ولا سوف يعطيك ربك فترضى يعني ان شاء الله كده كده ربنا بإذن الله هيعطيك ولكن عليك بالصبر وعدم التصر امان اخواني عزاء من الرؤية المهمة جدا والرؤية الجميلة جدا رؤية المرأة الجميلة في المنام اخواني عزاء الرؤية دي خاصة بالرجال والنساء يعني ممكن واحدة تشوف مرأة جميلة في المنام هتقول ان دي مش رؤية كويسة لا دي رؤية كويسة سواء كنت رجل او كنت امرأة او كنت فتاة شفتي مثلا مرأة هيئتها كويسة وهي جميلة في المنام دي علامة على الخير القادم وعلامة على العطاء القادم وخاصة لو المرأة دي مثلا دخلت منزلك او اتكلمت معك و اتسمت مثلا او جابت لك شيء مثلا في المنام دي رؤية جميلة جدا تدل على الخير وتدل على عطاء الله سبحانه وتعالى وان الشخص هيحصل على الامنيات باذن الله دا من خلال رؤية امرأة جميلة او فتاة جميلة مثلا او طفل جميل حتى كمان اخوان العزاء من الرؤية المهمة جدا رؤية دخول المسجد في المنام دخول المسجد يدل على انك يعني مقبل على خير طبعا دخول مكان العبادة دي حاجة كويسة جدا في المنام ولكن هنا في شيء مهم جدا لو انت ما بتصليش او ما بتدخلش المسجد ورأيت نفسك انك بتخلش المسجد يبدي اشارة ليك وانظر ليك انك لازم ترجع لربنا سبحانه وتعالى وتركز في العبادة انا رجل ملتزم مثلا وبصلي ومداو مع الصلاة ورأيت نفس ان انا بخش المسجد وبصلي فيه دي علامة على ان ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك خير كبير جدا وان العطاء اللي هتحصل عليه باذن الله هتفرح به فرح كبير جدا سواء كنت رجل او كنت امرأة رؤية دخول المسجد في المنام من المبشرات ايضا اخوان عزاء رؤية سقوط شيء عليك في المنام يعني ايه سقوط شيء عليك يعني حاجة تقع في رأسك تموتك لا طبعا سقوط شيء يعني ان انا مثلا ممكن ابقى ماشي في طريق ولاقي شيء نزل من السماء علي هل ان الشيء اللي ينزل علي من السماء ده حاجة وحشة ولا حاجة كويسة لو شفت الشيء اللي نزل عليك شيء كويس مثلا زي نور زي اموال نزل عليك زي ذاهب مثلا دي رؤية جميلة جدا تدل على اعطاء ربنا سبحانه وتعالى ونعمة كبيرة جدا قادمة ليك اما لو شفت مثلا بتسقط عليك جمرات او نار او حاجة ده انظار واعزكم الله ربنا يبعدنا من الرؤى السيئة فلنقصده بسقوط شيء عليك في المنام ان مثلا حاجة كويسة تنزل عليك من السماء دي ان شاء الله بشارة ليك وعلامة على الخير القادم وعلامة على عطاء ربنا سبحانه وتعالى لو انت محروم من شيء اعرف ان ربنا هيعطه لك لو انت منتظر شيء يتحقق اعرف ان ان شاء الله بازن الله الشيء ده هيتحقق قريب جدا والله اعلى واعلم من خلال انك تشوف السماء مثلا بتنزل عليك انوار بتنزل عليك نجوم مثلا وشكلها مضيق وشكلها كويس بتنزل عليك اموال بتنزل عليك زهب في ناس مثلا تلاقي حزاء نزل عليها من السماء حاجة كويسة ملابس مثلا دي كلها ارزاء وعطايا من ربنا سبحانه وتعالى ايضا يا خلال اعزائي من الرؤى المهمة جدا الاستماع للقرآن الكريم في المنام في ناس بتسمع القرآن الكريم في المنام ويصحوا من النوم ويتكلموا عن الحلم اللي هما شافوه دي او الرؤية اللي هما شافوها ويقولوا احنا سمعنا صوت جميل جدا دي درجة ان احنا انسجمنا مع قراءة القرآن في المنام وقمنا بالنوم بالردد الايات اللي احنا سمعناها وفي بعض الاحيان الناس بتقول كم صوت مثلا شيخ عبدالباصط عبدالصمد مثلا وما ناس تقول مثلا سمعت اصوات كويسة صوت القرآن من شخص بيقرأ وصوته جميل جدا او انت نفسك ممكن تلاقي نفسك بتقرأ القرآن في المنام وصوتك جميل جدا دي من اكتر الرؤى التي تدل على العطاء والخير والبركة كمان اخواني عزائي رؤية شخص بيعطيك هدية في المنام ما كتير من الناس بتشوف مثلا شخص متوفي بيعطيها شيء بتشوف مثلا في شخص مجهول بيعطيها اموال بيعطيها فلوس مثلا بيعطيها اكل بيعطيها شرب العطاء في المنام او العطية اللي بتاخدها في المنام دي اشارة مهمة جدا الى الرزق الحلال اشارة الى ان ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليك بكرمه وبعطفه وهيعطيك عطاء كبير جدا هتفرح به وهتسعد به بازن الله من الرؤى الجميلة جدا رؤية الحيوانات في المنام الحيوانات الاليفة بتاعتنا اللي احنا عارفينها ومتعارفة عند الناس كلها الحمار والحصان والبقر والجموس والغنم والماعز كل الحيوانات دي اخوان العزاء اشارة الى عطائق كبيرة جدا وخير كبير جدا يحصل عليه الرأي وخاصة الشخص اللي بيشوف ان هو بيمتالك الحيوانات دي يعني انا مثلا بيمتالك بقرة بيمتالك جموسة بيمتالك اغنام مثلا بيمتالك ماعز بلاقي عندي في منزلي مثلا ماعز كتير او غنم كتير دي علامة جميلة جدا على الرزق القادم والبركة في الرزق كمان وعلامة على ان ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك حتى يرضيك دي من اهم الاشياء اللي الواحد يشوفها في المنام ويستبشر بيها كمان من الرؤى المهمة جدا رؤية المنصب في المنام يعنيه المنصب يعني الشخص بيلاقي نفسه انه هو في قيادة شيء مثلا قائد جيش قائد مثلا على مصلحة مدير مثلا مدرسة رئيس في عمل رئيس جمهورية بتحس نفسك ان انت في مكانة في الرؤية يعني انت لك شخصية ولك مكانة وراجل كده صاحب منصب في المنام اخوالي عزائي اللي يشوف الرؤية دي ويشوف ان هو مهم يعني في المنام والناس بتسعى لخدمته دي علامة جميلة جدا على العطاء وعلى الرزق وعلى المكانة وسط الناس اللي يشوف الرؤية دي يستبشر خير ويعرف ان الخير قادم وان الفرش قادم وان تحقيق امنياته قريب جدا باذن الله اتمنى اخوان عزائي ان الفيديو يكون عجبكم لا تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشعارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار وشكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة